مصادر المياه الاعتيادية وتعرفنا عن المياه العذبة والمياه الغير صالحة للشرب المياه المالحة وغير ذلك من مياه جوفية ومياه سطحية وعكذا الآن يمس بدنا نحكي عن بداية قبل ما نحكي عن مصادر المياه الغير اعتيادية بدنا نحكي عن الأسباب اللي أدت لزيادة حاجتنا للمياه بشكل عام أول شيء يمس اللي هي طبعا زيادة عدد السكان لما زاد عدد السكان يمس بلشنا ندور على مصادر أخرى للمياه غير المياه المعتادين عليها أو غير المصدر المائي اللي كنا نحصل عليه إذن أول شيء زيادة السكان برضو اتنين عندي زيادة الأنشطة الصناعية والزراعية زادت عندي الأنشطة الصناعية والزراعية يلي أدت لزيادة حاجتنا للمياه أيضا زيادة الطلب على المياه بشكل عام زادت متطلباتنا للمياه في المنازل في الحدائق في المزارع وغيره أيضا تعرض المياه للتلوث تعرضت بعض من المصادر المياه الاعتيادية للتلوث مما أدى للبحث عن مصادر أخرى للمياه الآن يمس مصادر المياه غير الاعتيادية طبعا تنقسم مصادر المياه غير الاعتيادية لثلاث مصادر فقط ثلاث مصادر وهي أولا المياه العادمة ثانيا المياه الرمادية وثالثا تحلية مياه البحر إذن هدول المصادر الثلاث هم مصادر المياه غير الاعتيادية نبلش في المياه العادمة المياه العادمة عبارة عن إيش؟ بداية المياه العادمة يمسي المياه الناتج عن الاستعمالات المنزلية الصناعية والزراعية حيث بتحتوي على ملوثات من مواد مختلفة إذن أي ماء ناتج من استعمال منزلي صناعي زراعي بيكون يمس طبعا بيحتوي على ملوثات ما بيكون طبعا ماء صالح للشرب لهيك إحنا بنسميه ماء أو مياه عادمة طبعا بتنتقل هاي المياه العادمة يا سادس من مصدرها من المصدر اللي خرجت منه لمحطات التنقية عن طريق شبكات الصرف الصحي بعد ذلك بيؤدي طبعا إيش يمس لمعالجتها الآن رح نتعرف على مراحل معالجة المياه العادمة أول شيء عندي أول مرحلة من مراحل المياه معالجة المياه العادمة هي معالجة فيزيائية طبعا المعالجة الفيزيائية المعالجة الفيزيائية بتكون يمس كالتعليم لاحظوا عندي الشكل الآتي هذا رح نرجع نحكي عنه بس بداية نحكيهم بشكل نظري الآن يمس أول شيء تترسب الحصة الصغيرة والمواد العضوية ذات الكثافة العالية تمام من ثم يمس بتم زالت الدهون والزيوت من المياه العادمة هاي أول مرحلة إذن المرحلة الأولى تترسب الحصة الصغيرة المواد العضوية اللي بتكون كثافتها يمس عالية ومن ثم عندي بتم إزالة الدهون والزيوت من المياه العادمة إذن هاي أول مرحلة اللي هي المعالجة الفيزيائية من ثم المرحلة الثانية اللي هي معالجة حيوية ايش بتم فيها أول شيء يمس بتم فيها تحلل البكتيريا الهوائية المواد العضوية لمكوناتها الأساسية وبترسب ما تبقى منها إذن بتحللي البكتيريا الهوائية لمواد العضوية لمكوناتها الأساسية وبترسب يلي ضل منها هاي هي اللي بتم عندي بالمعالجة الحيوية من ثم عندي المرحلة الثالثة اللي هي المعالجة الكيميائية طبعا بتم فيها أول شيء بتفصل العناصر الكيميائية السامة أي عناصر كيميائية السامة بتم فصلها من ثم إضافة مادة الكلور الكلور بيضيفوه لحتى يعقموا المياه ويقتلوا الجراثيم إذن يامس عندي الثلاث مراحل بشكل أساسي مراحل معالجة المياه العادمة المياه المرحلة الأولى اللي هي مرحلة المعالجة الفيزيائية بتم فيها ترسب الحصب والمواد العالقة وأيضا بشيلوا فيها الزيوت والدهون تمام؟ أيضا بعد هيك عندي بالمرحلة الثانية اللي هي معالجة حيوية في هاي المرحلة يمس بتم تحلل المواد العضبية بوجود البكتيريا الهوائية المرحلة الثالثة اللي هي المعالجة الكيميائية طبعا بيفصلوا المواد السامة تماما ومن ثم ببلشوا عملية التعقيم بمادة الكلور هلأ في عندي ما يسمى بي الحماء إيش الحماء؟ الحماء يا ميس هي عبارة عن مواد صلبة بتترسب بعد معالجة المياه العادمة وتجفف عن طريق الشمس وتستخدم هاي المواد كاملة اللي تم تجفيفها كسمات عضوي لتخصيب الأراضي الزراعية المزروعة بالأشجار الحرجية عفوا إذن مرحلة التجفيف تجفيف الحماء بتتم طبعا من ترسيب أشيماس من ترسيب الحصاء والمواد اللي بتكون عالقة بعد معالجة المياه العادمة أيضا بتتم تجفيفها عن طريق الشمس وبيستفيدوا منها بإنهم إيش يمس بيستخدموها في سماد العضوي كتخصيب للأراضي الزراعية يعني مفيدة للتربة والأشجار الحرجية الآن يمس إذن هذا كل شيء بالنسبة لمراحل معالجة المياه العادمة الآن يمس بالنسبة لأقوم تعلمي منحل إن شاء الله أثناء الحصة ننتقل الآن لثاني مصدر من مصادر المياه الغير اعتيادية اللي هي المياه الرمادية المياه الرمادية هي تلك المياه الناتج عن الاستخدامات المنزلي مثلا مثل ميت الجلي، الغسيل، الاستحمام، نظافة المنزل والوضوء هاي بيسموها مياه رمادية إذن أي ماء بيكون ناتج من استخدام منزلي تماما بنحكيله ماء رمادي كيف بيتعالج هاي المياه؟ كيف تتعالج؟ تتعالج هاي المياه الرمادية في وحدة المعالجة عن طريق تمرير الماء في أحواض مملوء بالحصة والرمل وأيضا الفحم ثم تجمع المياه الناتجة وتضخ لري المزرعات والأشجار في الحديقة يعني بيستفاد منها يمس في الحدائق لري المزرعات والأشجار برضه بيستفيدوا منها من هاي المياه يمس حتى من خلال تصميم التمديدات الصحية للمنازل إذن لاحظوا هاي الشبكة أو هذا المخطط اللي هو مخطط محطة معالجة مياه رمادية لاحظوا هنا مبين لي أنه من وين نتجت من مياه غسيل جلي استحمام وضوء هاي بتروح كل ياتا يمس لوحدة معالجة المياه الرمادية بتكون عبارة عن أحواض مملوقة بالفحم والحصى والرمل من ثم يمس بيستفيدوا منها في ري الأشجار والمزرعات وغيره الآن يمس بدنا نحكي عن ثالث مصدر من مصادر المياه غير الاعتيادية وهو تحلية مياه البحر طبعا بتحلية مياه البحر يمس هي عبارة عن طبعا عملية بيقوموا فيها بتهدف هاي العملية لإزالة الأملاح الزائدة من الماء المالح ليصبح ماء عذب يعني صاروا أيضا يستفيدوا يمس من مياه البحار تمام من خلال المجموعة من العمليات هاي العمليات بتهدف ليش؟ لحتى يقللوا أو يزيلوا حتى هي مشتقلة إزالة كاملة للأملاح الزائدة من الماء المالح مثل ما حكينا في الدرس السابق أنه مياه البحار والمحيطات بشكل عام هي مياه مالحة غير صالحة للشرف فهم كيف دم يستفيدوا منها؟ شو عملوا يمس؟ عملوا كالتالي بأنهم حلوا مياه البحر بحكي لي يخطط الأردن لإقامة مشروع رائد لتحلية مياه البحر الأحمر ويتوقع أن يزود المملكة بـ 80 مليون متر مكعب بالماء الصالح للشرب إذن برضو عنا بالأردن رح إن شاء الله يقوموا بعملية تحلية لمياه البحر الأحمر هيكي مس بنكون أنهينا درسنا ويعطيكم ألف عافية